اذا مشاهدين بدايتنا بشركة هندية تفرض غرامة مالية كبيرة على ازعاج الزملاء خلال العطل والاجازات اللي بتخصها الموظفين والخبر بيحكي انه توصلت شركة هندية الى سياسة مثيرة للاهتمام تتيح للموظفين الاستمتاع باجازاتهم في سلام بدون ازعاج من زملائهم في العمل ومع ذلك قد يضطر الموظفين الذين اعتادوا ازعاج زملائهم في ايام اجهزتهم الى دفع غرامة كبيرة مقابل القيام بذلك طبعا مشاهدينا يعني هالخبر انه الشركة بتقول انه انحنا نتفهم ان قضاء وقت ممتع مع احبائك او مجرد الاسترخاء تماما في اجازة يمكن ان يحسن بشكل كبير الحالة المزاجية العامة ونوعية الحياة والانتاجية بشكل عام واكثر من ذلك يعني هي صحيح ما بدها تزعج الموظفين اثناء اجازتهم وبتفرض غرامة اللي بيعمل هيك بالمقابل هي بتراعي مصالحها لانه الموظف اللي بيرتاح باجازته وما بتم ازعاجه ما بتم بتكليفه بمهام خاصة بالعمل اثناء الاجازة اكيد انت جيته حتزيد وحييجي دع دوامه بعد الاجازة يعني سعيد ومبسوط ومتشجع لانه يشتغل بالمقابل هاللي بده ينزعج اكيد حييجي على الشغل ما حتكون انت جيته بنفس المستوى ولا حيكون سعيد بانه يعود لعمله ويكون يعني عنده حماس لانجاز المهام المطلوبة منه يعني مشاهدينا هالخبر صراحة حلو ويريت الشركات والمؤسسات تطبق فعلا هالسياسة وما تزعج موظفينها اثناء اجازتهم بدنا نروح مشاهدينا لمختارتنا التالية وهي حول المماطلة عند الشباب واللي قد تكون علامة على مشاكل صحية خطيرة شو التفاصيل وشو الحكاية بيتمتع طلاب الجامعات بالكثير من الحرية ولكن ليس لديهم الكثير من التنظيم عفوا بالمقابل ويمكن ان يكون هذا ضار للمماطلين المعتادين اظهرت الدراسات انه ما لا يقل عن نصف طلاب الجامعات بماطلوا الى مستوى يحتمل ان يكون ضارا بتحصيلهم لكن قد لا تكون هذه هي النتيجة السلبية الوحيدة لتأجيل الامور الى وقت لاحق والمماطلة لكن وجدت الدراسات انه في صلة بين المماطلة وبين ضعف الصحة وبيرتبط بمستويات اعلى من التوتر وانماط الحياة غير الصحية والتأخر في رؤية الطبيب بشأن المشاكل الصحية لانه اللي بيماطل بموضوع معين بيماطل بكتير من المواضيع وبالتالي هذا بشكل مشكلة بانه بصير في عنده قلق وارتباك وبصير عنده ضغط وبصير كمان حتى يماطل في زيارة الاطباء لا يحل المشاكل الصحية اللي عنده مع ذلك هذه الدراسات بحكم طبيعة تصميمها لا يمكنها ان تخبرنا عن اتجاه العلاقة هل يؤدي طبعا التسويف الى ضعف الصحة الجسدية والعقلية لانه الناس على سبيل المثال باجله بدأ نظام مثلا تمارين رياضية جديدة او زيارة طبيب بشأن مشكلة صحية او العكس وهذا كله بيأثر على صحتهم اذا على المدى الوعيد هذا يشكل ضغط ويشكل وبيعمل امراض يعني مشاهدينها الدراسة هي تقرير من اعداد استاذة مشاركة في علم الاوبئة في معهد كارلونيسكا وطبعا هي باحث مساعد يعني الدراسة مستندة على ادلة وعلى تجارب وعلى صراحة تجارب سريرية واثبتت فعلا ان المماطلة تؤدي الى مشاكل صحية فبالتالي بدنا نعود ابنائنا انهم ما يماطلوا ما يسوفوا ما يأجلوا وحتى ما يتعرضوا لمثل هاي المشاكل الصحية من خلال العلاج السلوكي كما تقول هذه الدراسة بانه بنقدر نغير من نمط حياة ابنائنا في انهم يظلوا يماطلوا ويسوفوا بنقدر منهم صغار نعلمهم كيف ينجزوا المهام وما يظلهم اي اجلوا اذا مشاهدينا هذا حول موضوع المماطلة عند ابنائنا شو اسعد مراحل العمر بدنا نتعرف عليها من خلال هالخبر اذا لا شك اننا بنسأل نفسنا عدة اسئلة ومن ضمنها اذا كنا سعيدين في حياتنا او بنشعر بالتعاسى وشو المراحل اللي كنا فيها من اسعد الناس خلالها اذا كثيرون قد لا يجدون الاجابة الدقيقة على هذا السؤال بيد ان دراسة حديثة نشرتها مجلة المانية قد تساعد في ايجاد الاجوبة في السادسة عشرة من عمرنا او في اعمارنا خلينا نحكي في بداية كما يسمى سن المراهقة قد يعيش البعض العديد من الصدمات العاطفية والنفسية في الثلاثين ممكن الانسان يفقد وظيفة او في سن الخمسين ربما يمر بتجربة طلاق مثلا لا سمح الله وغيرها من اللحظات القاسية كلنا في حياتنا مراحل مرينا فيها بظروف صعبة وجعلتنا نشعر خلالها بالتعاسى بيد ان الشعور بالتعاسى والحزن لا يتعلق باللحظات التي يمر بها الانسان بشكل فردي ولكن ايضا الحالة العامة للعقل البشري وهو ما تناولته هذه الدراسة اكثر تعاسى شاهدين يعني حسب ما بيحكي هالخبر الدراسة اللي نشرت انه يصل الاشخاص في اوائل الاربعينيات من العمر الى اعلى مستويات التعاسى في الدول الصناعية ويصل الاشخاص الى هذا المستوى في سن سبعة واربعين بالضبط تقريبا وفي البلدان النامية في سن تمانية واربعين هذه سن التعاسى تفسير العلمي للشعور بالتعاسى في هذا السن بيعود الى انه الاشخاص والاهداف في الحياة تتطور مع مرور الوقت وعندما يكون مرء في العشرينيات من عمره يريد شيء مختلف من الحياة عن ما يكون في الاربعينيات او في الخمسينيات ولكن طبعا بتختلف الامور من شخص لاخر اسعد عفوا او استعد سعادتك بهذه الطريقة بالنسبة للنساء الاصل انه هذا السن اللي هو سن يعني من بداية الاربعين تقريبا الى الخمسين الاصل انه هذا يكون سن السعادة بالنسبة لهم لانهم بيكونوا انهوا المهام اللي عليهم والان وصلوا لمرحلة انهم يتفرغوا فيها بانهم يشاهدوا انجازاتهم في الحياة يشاهدوا ابنائهم لما كبروا وتخرجوا من الجامعات او انهوا دراستهم وتزوجوا وصار لهم ابناء وبالتالي صار للاباء في هالعمر احفاد فبالتالي يعني هذا السن الاصل انه يكون سن استعادة السعادة والشعور بالسعادة على العكس تماما مما يقال بانه هذا السن يأس وحزن واكتئاب يعني بالتأكيد المؤمن انا بقول انه دائما في جميع مراحل حياته اذا كان مع الله عز وجل هو دائما سعيد طالما يعني يرضي رب العالمين ونتيجة هالطاعة لله عز وجل اكيد هتنعكس سعادة على حياته فبالتالي سيكون سعيد هذا مشاهدينا حول مراحل السعادة في حياتنا بنتمنى حياتكم كلها تكون سعادة بدنا نروح مشاهدينا للبرد وتأثيره على مرضى السكري وخلينا نشوف هالعرض حول هالموضوع وكيف بيأثر البرد على مرضى السكري اشتركوا في القناة ومن المهم لمرضى السكري ربنا يشافيهم ويعافيهم انهم يهتموا بانه يكونوا دائما دافين وما يتعرضوا لنوبات البرد ومن خلال هالنصائح اللي استعرضناها بهالفيديو بنتمنى انه نتبعها كلها مرضى السكري حتى لا سمح الله ما يصير عندهم اي مشاكل صحية طيب بقي مشاهدينا ان يعني نستعرض خبر تهريب المخدرات في السعودية كيف بتم من خلال معرض عرضوا كيف بتم الطرق اللي بتم فيها تهريب المخدرات وكان من اغربها ان يتم تهريب المخدرات في المصاحف خلينا نشوف مع بعض هالفيديو طبعا مشاهدينا كما تتابعون من خلال هالفيديو انه تم قص للأسف صفحات من القرآن الكريم ووضع المخدرات فيها يعني ما بعرف الناس هاي فوق انها بتضر الغير وبالتاجر بالمخدرات وتتسبب بيعني مشاكل لا حد لها عندما يتعاطى المخدرات قد تصل بهم الى الموت ان يتم استغلال المصحف في تهريب المخدرات والله هذه جريمة ما بعدها جريمة طبعا من خلال هالمعرض تم عرض اكثر من طريقة لتهريب المخدرات من بينها ما تشاهدون طبعا يعني بدل ما بيفكروا هالمهربين وبتفننوا كيف يهربوا المخدرات مما انه عندهم هالعبقرية يفكروا لنا باشي هيك مفيد يفيد مجتمعاتهم بدل ما يضروا هالشباب ويهربوا المخدرات للأسف الشديد ربنا يحمينا ويحميكم ويحفظ أبنائنا ويهدي هالعالم يا رب العالمين إذن مشاهدين وصلنا إلى نهاية أولى فقراتنا فقرة المخدرات هنكون الآن مع الأستاذة سانها سالم وكيف نتخلص من معايير المجتمع غير المناسبة ومتابعة طيبة اشتركوا في القناة